أكد رئيس السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار بالأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تظاهر الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره رئيس السيسي مع رئيس روسي فلادامار بوتن حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائية أو على صعيد متعدد الأطراف كما أكد رئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي تليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين وتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبول تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة العلاقات للتعاون التاريخي والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات وذلك إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي